بيض الله فيجيك ما شاء الله عليك واضح انك مشرح يا غالب ما شاء الله طيب غالب ميولك للقصص تميل للقصص القصص صميل وعندي اكثر من قصة في اليوتيوب انزلها بس انا بغالي قصة الان مختصرة في دقيقة ولا دقيقة ونصف اخذ راحتك عاطني قصة خلوا يكادر عليها الرضا امس قريتك ومنام لكتاب الوالدة الله يحفظها ما شاء الله قررتها من وين من كتاب للوالدة الله يحفظها بس ابيتاك كده نكتاب فالقصة تقول ان فيه طالب فتخصص طبي وجار يعني ربي وفقه وتخرج ودخل المستشفى اللي هو يحبه يعني وكان يتمنى في نفس المدينة اللي هو ساكن فيها فيقول كان بدايتي بداية صعبة حكم اني كانت دراسة كلها عبارة عن اني اقرأ واحفظ وما في هذا كتطبيق القوي يعني يقول ما على ايام الحمد لله قدرتك تسب خبرة من فلان وعلان وحمد الله مشت الأمور يقول المستشفى اللي أنا فيه أغلبه أجانب فكان التعامل معهم باحترام وبأدب مع الناس جميعا ولكن يعني كسلت محبتهم يعني كونهم الأغلب يكون جاي دكتور قلب دكتور أخصائي كده فيقول كل شخص ينتهي عقده ناخد له حفلة في مزرعتي و نودعه يقول لين ما يجي الشخص الاستشاري البريطاني وكان هذا البريطاني محبوب لقلبي والبريطاني طبعا انتهي عقده فجاء موعد سفره وجاء وقت الحفلة فاحتار ايش يجيب له فقال انا راح أجيب له يعني أشياء أثرية حيث ان البريطاني يتعلق بالأشياء الأثرية للمملكة العربية السعودية فأخذ يعني سأل واحد قال له يعني من أقاربه ليش ما تعطيش شيء عني على الإسلام وكذا قال لا يا شيخ خاف انه يزعل مني أو حكم انه يعني ما هو مسلم يقول والله وانا ازل اخذ له يقول ممكن اخذ له عشر قطع أثرية واخد كتاب خمس ريال على الإسلام يقول وعطيته لغرض ودعته وصافر يقول بعد خمس سنوات يجين عليهم رسالة باسم ضيف الله يشكره ويثني عليه وانت ما قصرته زي كده يقول قرأتها على السريع وخليتها يقول يوم رجع من الدوام يقول ضيف الله يعني اسم ما قد جاء على بالي ولا عرف حب هذا الاسم رسل له ضيف الله يعني مين انت وفين تعرفت عليك رد عليه قل له أنا مسترجون ولكن حولت اسمي ضيف الله بعد ما هديتني هذا الكتاب أخذت كتب مزيد على الإسلام وأعلنت إسلامي عندنا في بريطانيا فدخل الإسلام بسبة كتاب بخمس ريال ببعض العشياء ممكن احنا ما نضرب لها حساب ولكن تكون أثرها جدا 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 كبير فالله يرزقنا هذا الشيء يا سلام وياسلام الله الله اشتركوا في القناة